ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا والجزء التاني بقى والموضوع اللي احنا لما يعني فتحناه كده على السوشيال ميديا لقينا انطلاق من ناس كتير وتفاعل من ناس كتير جدا الفرصة التانية الحقيقة فيه اغنية كده اصلاً للكينجة محمد مونير اسمها الفرصة وبيقول فيها ان الفرصة بتعرف نسحة واللي بيفوتوا واللي بتفوتوا بيندم فانا اعتقد انه الفرصة التانية موضوع مهم قوي وناس كتير قوي شايفين انه لا ما نديش فرصة تانية وان اللي بيغلط مرة ممكن يغلط اثنين وثلاثة وعشرة لانه الطبع ما بيتغيرش وناس تانية شايفة انه لا ايه المشكلة انه ادي فرصة اعاتب اللي قدامي وانه على قد الغلاوة والمحبة بتكون الفرص فيه رأيين فخلينا كده الاول نشوف الرأيين مع بعض وبعد كده ايه نشوف مين فيهم اللي صحة يعني انتي ايه رأيك اصلاً والله بوستي انا واحدة يعني شخصياً انتي عارفة اي حد بيقول ايه رأيك لازم تقولي شخصياً ايه 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 شخصياً واحدة من الناس كنت يعني الحد من كم شهر كده من كم شهر فعلاً يعني مش من كم سنة كنت بدي فرص لحد انتي ممكن متتخيليهاش يعني فرصة اول فرصة اقول معلش مش قصدها تانية فرصة معلش اللي بيحب حد بيديله سبعين عزر ودي السبعين سبعين فرصة بق ما سبعين عزر وبعدين معلش قصد انا عشان بحب الشخص ده معلش اصله هو ما كانش قصد بس انا عندي عيب ان انا بعد كل الفرص دي بيجي لحد وقت معين ما بشوفش البني ادم اللي قدامي انا بشوفوش فعلاً يعني ياريت حتى ان انا ما بعرفوش او لو انا مجبرة ان هو في حياتي لأ انا ما بشوفوش فانا اكتشفت انه في ناس ما بتمفعش ان احنا حتى نديها فرصة اولى مش حتى فرصة تانية واكتشفت ان في ناس انا ديتهم فرصة تانية لأ هما اسبتولي لحد دلوقتي انه هما كانوا ما كانش مقصود بصتي انا عمري ما هكون بحبك او عمري ما هكون من جواي حاجة كتير حلوة قوي لك وهكون اصدى اديك او اصدى ان انا اخذي لك في حتة معينة ممكن يكون غصبة عني وممكن يكون فيه زروفة حطت فيها قهرياً مش حاجة انا بمزاجي ان انا اغلطت معيك فاكيد انا هستاهل ان انت تديني فرصة تانية بس انا اكيد هتغير والله بقى انا شايفة لو حصل اي حاجة تانية غير اللي احنا كنا عمليين حسابها ان احنا اصدر الناس دي ما ينفعش ان هما يكونوا في حياتنا من الاساس دي وجهة نظري كشخصية وانت بقى قولي بصي انا من الناس اللي بيدوا فرص كتير جدا ويعني لحد دلوقتي مش هقولك انه لحد قريب انا طول الوقت بلتمس الاعذار وبدي فرصه وبشوف انه يعني مفيش مشكلة انه ابدأ مع حد من جديد حتى لو كان هو قاصد انه يعمل حاجة او عارف ان الحاجة اللي بيعملها دي بتدايق او بتزعل وعملها فانا ممكن ادي فرصة مرة واثنين وثلاثة بس انا عندي مبدأ كده اللي هو ايه؟ مع كل غلطة بندي فرصة ومع كل فرصة بتقل الغلاوة بزر فكل حد ليه رصيد من الفرص بزر ليه رصيد من الاخطاء فانت عمال تاخد من الرصيد بتاعك بتاخد من الرصيد بتاعك بتاخد من الرصيد بتاعك في الاخر خلص هتلاقي صفر هو ده بقى اللي انا بقولك انا ما بشوفهوش يعني فعلا لان هو قفضل يسحب من رصيده رصيده انا فعلا ما بقيتش البني ادم ده مش موجود وحتى لو هو موجود غصب عني انه طبعا انتوا عارفين انه في شخصيات كتير لازم تكون موجودة لازم طبعا طبعا مش هنعرف مضطرة انك تتعاملي معاهم طول الوقت مضطرة انه متعامل ومش بس تتعامل يعني مضطرة كمان انه هما في حياتي ايه مضطرة تخلجيهم برا حياتي هو صراحة انه هما بيكونوا موجودين سوريا يعني هي سورة معلش سوريا ايه وانا اعتقد ان ده مش بيكون الغلط علينا هو بيكون على الغلط اللي فضل يغلط مرة والتانية والتالتة والربعة وفضلنا نسامح لحد ما هو وصلنا لمرحلة ان احنا مشينا من حياته او ان احنا خرجناه من حياته هقولك حاجة فيه ناس بتعرف زي ما بقولك كده تستغل الفرصة او تستفيد من الفرصة اللي بتجيلها يعني انا مثلا عملت موقف مش لطيف مع هبة وبعدين جات هبة اديتني فرصة تاني فلو انا حد زكي او لو حد بحب هبة بجد وعاوز انها تفضل موجودة معايا هعمل ايه هفهمها او الفرصة اللي انا هاخدها دي هعرفها فيها انه لأ انا حد كويس وانا بحبك وانا ما كانش قصدي وفيه ناس تانية بتشوف ان الفرصة دي ضعف منك فبتزود ايوه طب انا مثلا زعلت هبة وهي يعني خلاص عدت الموضوع وسمحتني طب انا هزعلها تاني وهزعلها تالي ايه ده انت تلاتي بتستحميلي بقى ايوه عارفة وهزعلها رابع الفكرة انه الناس نعين زي ما بقولك يا اما ناس فعلا بتعرف تستفيد من الفرصة التانية اللي بتاخدها يا اما ناس بتستغل الموضوع زيادة عن اللزوم يبقى ضدها مش يبقى حاجة لها فاعتقد انه فكرة بس فيه ناس بقى ما عندهش اصلا فكرة الفرصة التانية يعني انا بقولك لما الناس اللي على الفيسبوك كتبوا لا فيه ناس رد قاطع لا يعني عفل هو ما فيش لا لانه الطبع غلاب لا لانه محدش بيتغير لا لانه اللي بيغلط مرة ممكن يغلط عشرين ففيه ناس اصلا ما عندهش كونسبت انها تدي فرصة تانية بس اعايز اقولك على حاجة الناس اللي ما عندهش كونسبت انها تدي فرصة تانية دي هم بيكونوا ادوا على فكرة فرصة قبل كده كتير اه يعني واتخزلوا تاني ما فيش حد ماهونا دلوقتي بقولك انا كهبة انا من كم شهر بس لا انا مش هدي فرص تانية هم بقولها قدامك كم انا هدي فرصة جماعة فهما قصدين ده عن ايه ده عشان انا ديت فرص لناس كتير لحد ما خلاص نعم فاللي بيقولك لأ ده بكل سقة لأ هو ادي فرص قبل كده كتير والناس ده يعيطها بس عارفة هي الفكرة في ايه زي ما بقولك انتي ممكن تكوني بتدي فرصة للشخص الغلط فتيجي مع الشخص الصح وما تديروش فرصة فطب انتي برضو اللي خسروا انا في الاخر طب نعمل ايه طبعا بوسي بها هي التجربة يا جماعة احنا نجرب يعني ندي فرصة مرة لانا اللي قدامنا يستهل الفرصة يبقى الحمد لله لان ما يستهلهاش يبقى خلاص يعني جربنا بوسي انا برضو عايزة اقول حاجة انه انتي اتكلمت عن حتى حلوة قوي قلتي ايه نادا قالت انه في ناس لما بنيديها فرص كتير بتشوف انه هي ضعف وفي ناس فعلا بتحس انها ايه ده يا الله انتي بتستحملي لا وفي ناس بتحس انها اتغرت في نفسها من كتر ما احنا سمحنا وحبينا ايه ده ده ان انتي خلاص مضمونة انتي نادا انا طول ما انا عمالة ادوس عليها نادا عمرها ما هتمشي مضمونة لا على فكرة هي هتمشي اه انتي مضمونة هتجري انتي موجودة يعني هي موجودة فانا طول ما انا هعمل هي خلاص موجودة طول ما أنا بحب صاحبتي دي وبفضل أعمل حرقات وصاحبتي تبين لي أنها مش واغدة بالها يعني أنا ممكن حد يعمل معي حرقات وأنا أعمل نفسي مش واغدة بالها عشان أنا بحبه لأهم بيفتكروا أن هم كده أسكية جدا بالزبط فيفضلوا يتمادوا في الموضوع أنت عارفا في مشكلة كمان يمكن أصعب يعني أنا بشوف أنه في العلاقات العاطفية مش أصعب من الصداقة يعني أن أنا أدي فرصة لصاحب أو صاحبة وهو يستغلها غلط أو هو ييجي علي أكتر بشوف أنه ده أصعب كتير من الحبيب أو الحبيبة أو الاتنين اللي مرتبطين يعني أنت بتبقي الصديق أو الصديقة دي حد يعني غالي قوي عليك قريب قوي منك بتبقي طول الوقت بالزبط فإنه ييجي يخزلك أو ييجي يستغلك ويستغل حبك لي وأنه عارف زي ما أنت بتقولي أنه أصلا هي هتعدي أصلا هي هتسكت أصلا هي مش بتزعل مني ويفضل ييجي عليك ييجي عليك ييجي عليك أنت بتحسي في لحظة أنه ده أنت المفروض اللي تسنبني أنت بتعمل فيها كده فعلاقة الصداقة في فكرة الفرص يعني أنه أنت تدي فرصة مرة واثنين لحد صاحب قريب منك أو حد صاحبة بتحبيها وتلاقي أن الفرص دي رايحة على الأرض أو على الفاضي واللي قدامك ما بيقشلكيش ده وأن أنت عملاله بقى فرص كويسة وبتديره طب المرة دي هو لا مش قصده المرة دي هي يمكن مخلتش بالها فبتيجي أنت في الآخر تحسي أنه لأ أنت مكنتش تستحق أصلا أن أنت تكون موجود في المكانة دي ففكرة الصداقة بجد يعني فكرة أن أنت تدي فرصة لصديق أنا بشوف يا جماعة بجد اللي بيدي فرصة في علاقة صداقة لازم 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 اللي قدامك يعني يقدرها جدا جدا لأنها مش سهلة مش سهلة خالص أن أنت تخسر صديق ممكن تخسر حبيب ويتعود ها بيتعود بسرحة لكن الأصدقاء لكن الأصدقاء فعلا فعلا اللي بيخسر صديق حقيقي بيحس بخزلان طول العمر بزاك يعني بيحس أنه إيه ده أنا المفروض أنه أنت تبقى جمدي ومعايا في وقت ما أنا مديه ووقت ما أنا زعلان وانت ما عملتش ده مش موجود أنت عارفة المناسبة اللي أنت بتقولي ده كله أنا عايزة أقولكم أن أنا مرة اتقالي من حد يعني كنت بحبها كانت صاحبتي أنت عايبك أن أنت زقاوي يا هبة او عارفة أنا أخدت الكلمة عدتها وبعدين عايزة أقولكم دي كانت أكتر حد يعني بتعمل حاجات وبتدوس على الجزء ده وبعدين قلت آه يعني هي بقى أخدت بالها أو هي حطت في المغاها أن أنا عايبي أن أنا زق في الله بتستغل ده وانا قولت هي دي المشكلة يعني أنت أصلا دايما الصحاب بيبقوا إيه عارفين نوء الضعف بعض يعني أنت صاحبتي قوي فأنا عارفة إيه اللي بيفرح هبة وإيه اللي بيزعلها وإيه اللي هي بتعديه وإيه اللي ما بتعديهوش فلو أنا مش صاحبة بجد حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة هستغل كل حاجة عرفها عن هبة عشان كده دايماً فكرة اختيار الصاحب ما بتبقاش سهلة يعني الواحد بعد عمر كده ما عدى به ممكن تريد صحابك يعني على الإيد الواحدة ولو كمله كمان يعني الصحاب اللي بجد فعشان كده فكرة أنت تبدي فرصة واتنين لصاحب ما بتبقاش سهلة يعني ومستنيه أنت دايماً مع كل فرصة أنه يتغير أو أنه يحس بأهميتك أو يحس بقد إيه أنت كويسة أنت يمتديه له فرصة فبتجي بقى تلاقي بعد ما تمشي بقى أيوة يعني لأ كل الناس اللي اتغيرت بعد ما مشينا طب يا جماعة ما تتغيروا وإحنا لسه موجودين يعني ليه بعد ما نمشي وليه بعد ما نختفي من حياتكم ليه يعني ليه دايماً خلاص طب نرجع لبعض أو نرجع أصحاب تانية وأنا هتغير طب ما تتغير من وإحنا لسه موجودين نريد أننا ندي فرصة في التانية في التالتة ونعاتب ونقول ونلفت نظر يعني ليه ليه لازم نمشي علشان نرجع تاني نقول فرصة تانية ورصة تانية هو للأسف الشديد ده طبع البني آدم يعني الإنسان اللي ضامن حاجة ما بيهتمش بيها قوي أو ما بيدلهاش المجهود الفضيع بس يعني برضو خلينا فتقين يعني 90% من الناس مش بس في العلاقات لو أنت ضامن شغلك وعارفة أن أنت موجودة فيه طول الوقت مش هتديره المجهود الكبير لو أنت ضامن أن أنت مثلا في حد صاحبك أو حد صاحبتك هي ما بتزعلش فأنت مش هتديره خلاص ما هي كده كده ما بتزعلش هعمل ليه مجهود زوء آه دي طيبة وجميلة وكده فمش هعمل معها مجهود أنت دايما بتعملي مجهود مع الحاجة اللي خايفة أنها توح فطول الوقت أنت بتشتغلي عليها علشان تفضل معيك سواء بقى شخص سواء شغل سواء أي حاجة أنت عايزة تعمليها طول الوقت طول ما أنت مش ضمن الحاجة في إيديك هتفضلي بتسعي وبتجري وبتكتهدي علشان تحافظي عليها مجرد بقى ما ضمنتها وبقت موجودة خلاص هتعودي بقى كده بتغدي نفس عظيم قوي وخلاص يا جماعة هي موجودة معي فأنا مش هتعب يعني عارفة إزاي فللأسف ده طبع البني أدمين يعني مش بس يعني مش بس في العلاقات هو طبع كده في الناس عموما إنه الحاجة اللي مضمونة خلاص حلوة ولطيفة وخليها كده والحاجة اللي أنا بقى خايفة أنها تروح مني طول الوقت هتبقى قد بتفكري صح وتجري لأ طب عارفة تعملي عليها كده تعملي عليها كده عشان تحافظي عليها أنت حصل لك قبل كده موقف وعملتي حاجة يعني في حد مش مقصودة مثلا وكنت حاسة من جواكي أنت محتاجة بفرصة تانية بصي يعني أنا مش ملاك يعني أنا حرج على الهواء يعني قوي بصراحة بتطعمل حسابه خالص بتحرجني بصي يعني لأ أنا هقولك حاجة أنا عندي مشكلة أنا مندفعة جدا يعني لو أنت في موقف حصل فأنا ممكن أقول كلام وأنا متعصبة يزع على اللي قدامي ويخلي ياخد مني موقف بذل أفعالك سريعة أو جدا مندفعة أنا برج القصفة يعني إيه السهم بيخرج يا أكبر بيخرج بوسي ترى فيش وراح فين فبعد ما بهدأ ببدأ أكتشف أنه أنا زعلت فلانة أو أنا دايقت فلان لأ أنا ما كانشين فيه أعمل كده فبعمل إيه أروح مكلمين أنا والله يحقق علي ما كانش أصدي بس أصليم تعصبتني فهي الناس بقى خلاص اتعرف ايه طبعا يعني انه ده عارفة لهو ايه بتتعصب بس يعني طيبة ولطيفة وكده لكن فكرة ان انا يعني ابقى قصدة او متعمدة اني ادايق حد لا خالص على فكرة هو في الناس قليلة جدا اللي هي بتبقى متعمدة ادايق حد دي يعني اعتقد الاغلبية مفيش حد ما ظنش ان هو بيتعمد يدايق حد الا لو حد بيغير من حد او حد يعني نفسه طول الوقت يقلل من قيمته فالهو انا بتعمد ادايقك عشان ادايقكه خالص او يتعمد ان هو يحاسفك ان انت مش مهمة او ايو خالص صح ايو تعملي ايه يعني عارفة في ناس كده طول الوقت اللي هو وده مش صح على فكرة ابوتي هو في ناس بتتبع الاسلوب ده عشان تخرج احسن ما فيكي بس ده مش صح يعني التقدير مهم جدا ان انا اعمل حاجة فلاقي حده حتى بيقول لي برافو دي حاجة مهمة جدا التقدير هو بيخليني عايز اشتغل اكتر عايز اكتهد اكتر علشان خاطر احس ان اللي قداني مبسوط باللي انا بعمله لا على فكرة كان ممكن تعملي احسن بسي عشان انت لفتتي نظري لحاجة مهمة جدا وانا عايز احكيها هنروح بس الفصل صغير ونرجع على طول عشان نحكي لكم موضوع اللي انا ده قلت عليه ده رجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين معاكو حلقتنا والفرصة التانية وانضمت لينا استاذة راشا فوزي مستشار اعلامي ازايك يا راشا عاملة ايه انت قوليلي بقى علشان التايتل بتاك يعني ما شاء الله طبير كده فانا عايزة يعني ايه اعرفه كله انا راشا فوزي مستشار اعلامي منظمة مصر الحرة لحوق الانسان ومستشار اعلامي بنقابة اصحاب المعاشات طب اه بوسي يعني احنا طبعا انت ننورونا ومشرفونا جدا النهاردة ولازم طبعا نعرف رائعك في الفرصة التانية بتدي فرصة تانية ولا لا اه من ناحية الفرصة التانية لازم تكون موجودة حتميا حلو او بمعنى ان انت كل ما تدي فرصة كل ما قلبك يتفتح اكتر كل ما الدنيا تكون احسن تكون اعمق وتكون اكبر اه الايجابيات هكون موجودة ومتاحة الفرص في بعض الاوقات بتبني بيوت وبعض الاوقات لما تبقاش موجودة بتهد بيوت الفرصة لما تكون موجودة بتبني بني ادم وبعض الاوقات بتمحي من على الوجود لما تكون مش موجودة احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا متفوتين في كل حاجة اكبر اكبر الا الرحمة ربنا الزمنا باننا يكون بنا وبنبعد رحمة وتراحم في كل حاجة بين الزوج والزوجة بين الاهل بين زملاء العمل بين الاصدقاء رحمة بنفسك على نفسك او بنفسك على نفسك سواء ادم او حوى انا عايزة اقول بس ان فرص الحياة مواقص امشي معاها ما تبقاش معاكس خد المر منها في طعم العسل خليك منافس اكتب لروحك حياة تتعاش مهما دنياك تعاكس وعجبي انت مش مستشار قرمي بس كمان شعر عند ايه ده حاولي تقول لنا حاجة او او حاولي تقول لنا حاجة تبا حلو هو الشاعر حتى في مجال حتى ممكن حتى يكون بشتغل خياط اشتغل نجار كن ربنا سبحانه وتعالى عطيله فرصة ان هو يجيله صدمة قوية تحوله الى شاعر الى منتج لنفسه هي موهبة ايا ان كان شغل بجيء بيدي نفسه فرصة تانية ده اللي انا بتكلم عنه انا مبارح كنا في اجتماع ففي حد كان فعلا بشتغل في مجال الاشغال اليدوية فشاعر جميل جدا جميل بمعنى الكلمة سألته ايه سبب اللي خليك من الشغل اليدوي تبقى شاعر اللي اتعرضت لأكبر صدمة هدت كياني مش هزته هدته عشان كده انا خرج مني الفرصة التانية اللي ادتها لنفسي ان انا اكون شاعر طيب بمناسبة بقى ان احنا بنتكلم عمتا على الفرصة التانية هي دي يمكن فرصة شخصية او فرصة حياتية يعني هي ربنا اداله صدمة فهو ادى النفس فرصة تانية احنا بعيدين ناخد رأيك في موضوعنا اللي هو انت ممكن تقدري كاستاذ راشا تدي فرصة لناس تانية اه طبعا ليه لا تدي فرصة احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي انا اقبل ان هو يجعل لي فرصة تانية ويخلقها مما فيش ولا لا لا هقول اه هسامحوا بتدي له فرصة كل ما يكون متسامحة كل مجبر اللي قدامي ان هو يكون عطاء اكتر مني واكبر واعمق بس مش كل الناس كنت لسه اقولك انه مش كل الناس بتعرف او يعني بتستحق يعني لما انت تديهم فرصة فهو يقول اه والله طب دي كويسة فانا يعني اخلي بالي لا فيه ناس بتستغل ده اللي حضرتك بتتكلمي عليهم دي بتكون الناس الاصيلة قوي يعني الناس الاصيلة المتربية اللي انا ببقى عارفة قيمة الطرف اللي الداني فرصة ده فانا لازم اشيلها على راسي فانا اثبت له ان انا احسن بصي حضرتك هو التعامل في بعض الاوقات ما بيبقى لوش علاقة هالس بالتربية في حد بتبقى البيئة بتاعته نفسها والمحيط العام مش مش من وجهة نظري ونظرك مش كويسة بس يطلع احسن من ناس كتير في بيئة احسن توفلوهم كل حاجة ما توفلوهم التعليم ما توفلوهم الدراسة ما توفلوهم كل حاجة حتة الفرصة حتة الفرصة هنا هي لما تكون سنحة قدامك باللغة العربية يعني تكون موجودة قدامك انتي هتحاول تختنميها خديها لنفسك ممكن اكون مقدرتش وصل حياتي معلومة حياتي ما فهمتنيش انا قصدي ان في ناس كتير لما بفضل اديها فرص كتير هي بتستغله ضدي بتشوفها يعني بتشوفني ان انا كده قليلة انا خدت من حضرتك السؤال فرديت عليك بالاجابة ان هو لو حتى بالطريقة دي مش هعطيك فرصة او مش هعطيك مجال ان انتي تديك فرصة لا انتي وجد الفرصة لا بس كده طبعا هو رأيك شخصي وبيحطرم وكل حاجة بس هي الفكرة انه لا يعني لو انا بفضل ادي فرص للي قدامي ادي فرص ادي فرص ومش شايفة ان الفرص دي هو بيعرف ان هو يستفيد منها او ان هو يتغير ويحسسني انه لا والله يعني حلو ان انتي تديك فرصة فانا بقى هزبتلك ان انا كويس ومع كل فرصة بديهل وبيزبتلي ان هو حد مش كويس لا يبقى هو كده ما يستهلش انه ان انا بضل ادي له فرص وضيع عليه وقته ومجهود وطاقة يبقى ليه في الحالة دي انت هتكون كريمة والكرم من صفات الخلاء كل ما تدي فرص كل ما الكرم بالنسبة لك هكون مساحته اوسع الكرم حد ذاته صفة بتتغرس جوانا من اول ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بحاجات كتير او بنتعلمها في الدنيا كرم الاخلاق هو اللي بيولد الفرص سواء مني ليك او منك ليه حتى في الحوار وحنا عاديم مع بعض دلوقتي الاستاذة سألتني سؤال فانا رضيت باجابة هي حاست ان السؤال بتاعها ما وصلنيش لأ اديتني فرصة ان انا اكمل حضرتك نفس الوضع الطريقة نفسها في وقت معين هو اللي بيولد الفرصة هو اللي بيخلي فيه تجاوب في الحوار في النقاش حتى وان كان مش موجود طيب لو احنا بقى وحنا قاعدين في القاعدة دي زي ما انت بتقولي كده وانا جيت اتكلم فانت ما ديتنيش يعني انا ديتك فرصة وبعدين ليت ان ان انت لأ يعني ما اخدتي مني الفرصة وما حسستنيش ان انت والله لا برافو او كويس او قطر خيرك فانا هاديكي فرصة بفرصة بعد كده هاديكي يقولك انت ليه يعني عارفة قصدي الواحد برضو التقدير مهم جدا يعني ان انا احس ان الحاجة اللي انا بعملها متقدرة وان اللي قدامي بيشلي اللي انا بعمله دي حاجة يعني انسانيا بتفرق جدا فلو انا طول الوقت بدي فرص بدي فرص و اللي قدامي مش مقدر ده ومش محسسني بان اللي انا بعمله ده حاجة كويسة وفارق معايا جوايا أنا حتى داخليا ماشي ممكن أفضل أديله فرص بس هبقى حاسة أنه ما يستهلش أنه اللي أنا بعمله طب وليه يعني ليه في الآخر خالص برضو بتفضل نفسك بني قدم بنفس الأخطاء عارفة؟ يا كل واحد بيبقى له طبيعة خاصة فالطبيعة هي اللي هتتحكم فيك بقى دلوقتي هتاخد أو هتدي العطاء من عنده ربنا سبحانه وتعالى أنت هتطلع اللي جواك على قدر استطاعتك مش هتقدر تدي أكتر منها فالفرصة بتتولد مع اللي أنت بتديه على قدر طاقتك مش أكتر من طاقتك وبالمناسبة الطاقة في العطاية بتبقى حتى بين العبد وبين ربه في حاجة مثلا لما احنا بكون مفيش فرصة متاحة قدامنا فالواحد ساعات يحس باليأس حتة اليأس صعبة جدا لما الواحد ما ديش لنفسه فرصة يعني مثلا الواحد لما يديق بالحال أقل حاجة هيقولها هيقول يا رب يا ربي يا عالم بحالي وغني عن سؤالي أنا عبدك الغلبان لا عاوز أصور من ذهب ولا تلال من مال أنا عاوزك أنت استند في القرب وضعفي ودي الحال فإحنا كل حاجة نحاول إن إحنا ندي لنفسنا فرصة على قدر اللي استطاعها عشان نقدر نديها فاللي حوالينا هيدو علنا ده أكيد بسي موضوع إن أنت تدي لنفسك فرصة دي حاجة مهمة جدا يعني أنا بشوف إنه دايما أدي لنفسي فرصة علشان أتعلم حاجة جديدة أدي لنفسي فرصة عشان أعرف الشخص اللي قدامي أدي لنفسي فرصة عشان أجرب حاجة أنا معرفهاش فدي حاجة مهمة جدا وأدي للي قدامي فرصة عشان يعني يثبت لي حسن نيته أدي للي قدامي فرصة عشان يحاول يبين لي هو بيحبني أو لأ عايزني أبقى موجودة في حياته أو لأ بس زي ما بقولك مع كل فرصة بتقل الغلاوة بالضبط لو هو ما بيقدرهاش لو هو ما بيقدرهاش فعلا أنا عندك حقيقة أستاذ الرشا كمان اتكلمت عن شوية حاجات إيجابية بس شخصية يعني إن أنا أدي فرصة نفسي طبعا ده أنا لازم أدي كل يوم فرصة نفسي حقيقة أنا ما نجحتش النهاردة في الحلقة لأ أنا هنجح الأسبوع اللي جاي في الحلقة اللي جاي النهاردة دخلت اللي امتحان أنا ما نجحتش فيه أو ما جبتش التارجت اللي أنا عايزه لأنا هحقق الفيلم تحان اللي بعده اللي أنا عايزه فرص اللي احنا بديدها لنفسنا دي أصلا هي لازم وإحنا هننجح ونكمل إزاي لكن احنا بنتكلم في حتة إن أنا أدي فرص طبعا أدي فرص طبعا لأن فيه كومنت جالي مبارح على الفيسبوك قال لنا إيه الفرص على فكرة هو نفس كومنت أستاذ الرشا الفرص من الكرم والتسامح وكل الحاجات الجميلة كل الديانات دايما طول الوقت بتحس عليها بس فيه حاجة برضو لازم نلفت نظرنا لها جدا إحنا ربنا هيحسبنا على نفسنا أنا مش معنى إن أنا دايما أفضل أدي فرص لقدامي ويبدل يقلل مني ويقلل من كرمتي ويقلل من كل حاجة طب أنا فين؟ يعني كرمتي ونفسي أنا فين؟ على فكرة فيه ناس كتير جدا بتتعب نفسيا وبتأثر عليها ولو سألتوا كل اللايف كوتش معظم اللايف كوتش إيه أكتر المشاكل اللي بتجيلك هتقولك حد تخزل مرخز لندا جاي من إيه؟ من إن أنا ضيعت فرص أو ضيعت وقت طويل قوي مع حد هوا ما كانش بيستهلها فإحنا لازم زي ما إحنا عايزين نعيش حياة سعيدة كلنا ونعيش في سلام وأفضل دايما أدي فرص وأفضل دايما لطيفة برضو أنا ليا يعني نفسي لها علي حق مقدرش إن أنا أضيعه هو ده بس اللي إحنا عايزين نوصل ليه في الإخ لكن طبعا أي حد بيعمل تصرفات مش مقصودة لازم نسامحه ونعديه أصطحنا على فكرة برضو لو ما سامحناش بعض إحنا مش هنكمل في الحياة وأنا لازم أسامحك ولازم أسامحك ولازم نعدي ولازم يعني نعدي علشان نخلص حياتنا على خير وبسلام بس ما نجيش على نفسنا وما نخليش حد قدامنا يوصل لمرحلة الغرور القاتل وعلى فكرة الحد اللي بيوصل لمرحلة الغرور القاتل اللي إحنا بنديهاله بسبب أن احنا بنعديله كتير وبنسامحه كتير هو مش بس احنا هنكون الضحية ده شغله هيكون ضحية وبيته هيكون ضحية كل علاقاته اللي برا هتكون ضحية فلازم يكون فيه حالة موازنة لأن النفسية دي أهم حاجة أصلا في الحياة فأنا شايفة أنا عن نفسي أنا كعبة أنا بدي فرص بس يعني بوصل لحد تارجت معين كده وخلاص أنا بدي فرص الحقيقة وطبعا باين جدا أن أستاذة رشا بتدي فرص تون الحياة لازم لازم الفرص يكون موجودة في حياتنا أكيد عشان الحياة تستمر أنا هاخد من كلام حضرتك جملة قلتها أن الحياة تستمر بالفرص لما يكون موجودة وده اللي إحنا تكلمنا فيه وده اللي إحنا قررناه في الحياة دلوقتي في الفقرة أن الفرص كل ما بتزيد كل ما بتديك مساحة أن أنت تعيش حياة أطول مع شريك حياتك ده لو حاجة شخصية مع الفرص الأكتر بتقلل من نسبة الخراب بنسبة 99% بس للي يستهلها للي يستهلها إحنا مش كلنا إحنا مش كلنا كاملين ومش كلنا هنقول أن إحنا الفرص هنديها لوقتي معين وبعدين نقوله stop كفاية كده لا ما ينفعش أنت لو حطتي نفسك على طول أن أنت مكان اللي قدامك أو اللي أنت بتديله الفرص وحس أن أنت الضحية وإنت المضحية وإنت وإنت أنت نفسيتك هتتعب مش هتبقي قادرة هتدي مش هتبقي قادرة أن أنت تكتسب اللي قدامك بقدر طاعتك ممكن اللي أنت مش رادية تديله الفرصة ده يكون أنت سوري فشلة في أن أنت مش عارفة تتوضحي له أنا بديك فرصة عشان أنا بحبك مثلا أو عشان أنا بقي عليك ده من ناحية الزوج والزوجة في المجال الأسري الزبط في الناحية الشخصية إحنا طبعا وصلنا نواجهة نظر حضرتك وأكيد وصلت أستاذ المشاهدين كانت الحلقات المشوقة واللي فيها شد وجذب دي من أكتر الحلقات اللي بتعجبني جدا عشان كده هنقررها تاني اتبسطت معيك وقوي أنا كمان كويسونت طيبة مرة تانية ورسي قوي أستاذ راشا شرفتينها ونورتينها مشاهدين هنقابلكم في حلقة جديدة وبرضو هتكون مواضيع أنتو بتحبوها نستنيكم ونجم على لها